غارات غالبا ما تكون ليلية التوقيت هدفها مواقع عسكرية لنظام الأسد بهذا التكتيك والأسلوب تمضي إسرائيل في تنفيذ استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الإيراني في سوريا في الليلة الماضية يقتل أربعة جنود ويصاب أربعة آخرون في غارة جديدة نفذت من اتجاه الجولان السوري المحتل قرابة الساعة الثانية وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وذلك بحسب ما أوردته وكالة سانا التابعة للنظام موقع صوت العاصمة أكد بدوره أن أربعة صواريخ إسرائيلية جرى إطلاقها من طائرات حربية استهدفت مواقع عسكرية للنظام والميليشيات الإيرانية بين مدينة صيدنايا وبلدة منين شمالية دمشق مشيرا إلى أن المنطقة المستهدفة تحوي مستودعات تعرف باسم مستودعات منين تتبع لقوات النظام وتستخدمها الميليشيات الإيرانية بغرض التخزين وأضاف الموقع أن الدفاعات الجوية للنظام والمتمركزة في سفح قاسيون ومواقع أخرى حاولت التصدي للصواريخ الإسرائيلية ليسقط أحدها في محيط قرية دورين بريف دمشق كما نفى الموقع في الوقت ذاته تعرض منطقة الديماس أي غارات إسرائيلية وذلك ردا على ما تنقلته وسائل إعلام محلية وصفحات إخبارية إذن استهداف جديد يضافه إلى سجل طويل من الضربات على مدار السنوات الماضية وهو لا يبدو أنه الأخير في ظل سعي طهران لتثبيت نفوذها على الجغرافية السورية خصوصا على الحدود الجنوبية قرب إسرائيل وهو قصف يأتي أيضا في ظل أنباء تتحدث عن معركة قد تنطلق في أي لحظة ضد الميليشيات الإيرانية ولا يبدو أن الأمريكيين بعيدون عنها هذه المرة إلى جانب شركائهم الإسرائيليين